تقدر في دقيقتين تاخد نعيم من ربنا اعظم من ملك المية وسبعين دولة اللي على وجه الكرة الارضية والعداد الدول اللي على وجه الارض اكبر من كده كمان بكتير. تقدر انك انت في نص ساعة بس تاخد نعيم لا يتخيله انسان يا جماعة. يا جماعة حفز اية واحدة من كتاب الله بدرجة في الجنة. انت عارف يعني ايه درجة في الجنة? انت عارفة يعني ايه درجة في الجنة? درجة في الجنة دي بكل اصورها بكل حرها بكل انهارها بكل نعيمها بكل ملايكتها بكل انت بكل صحبتها من الانبياء والمرسلين والصحبة الصالحة وايمة العصور يعني ايه درجة في الجنة يا جماعة? درجة في الجنة اعظم من ملك الارض كله يعني لو ادوك ملك الخليج وافريقيا واسيا واوروبا وامريكا الشمالية والجانوبية. بكل اقتصادهم. بكل قصور المليارات اللي على وجه الارض. بكل اللي في خزن اغنى ميت ملياردير في العالم. الدرجة في الجنة اعظم من كل ده. الدرجة في الجنة اكبر من كل ده. فتخيلوا ان النبي عليه الصلاة والسلام يعرفنا ان كل حفظ اية بدرجة في الجنة. يبقى احنا المفروض نجتهد في حفظ القرآن قدي عشان كده عايزة عشر درجات في الجنة. في نص ساعة احفظ عشر ايات. ولو عشر ايات من الجزء التلاتين. يا جماعة المفاجأة المدوية يوم الايامة. في اخر لحظة في يوم الايامة هي ان اول كلمة في القرآن اللي هي اقرأ اول كلمة خالص. طلعت هي اخر كلمة بتسمعيها على باب الجنة. يتقلك على باب الجنة اقرأ وارتقي. يعني الاسنصير اهو على حسب عدد الايات اللي معك انت حافزها هتدرب العدد ده في الاسنصير يبقى ده عدد الدرجات بتاعتك في الجنة. قصة كبيرة جدا اقرأ وارتقي. يعني الكلمة الاول كلمة في القرآن طلعت هي مفتاح الارتقاء في الدنيا. مفتاح ترقية الايمان. مفتاح ترقية درجات الجنة. مفتاح الترقي عند الله سبحانه وتعالى. مفتاح ترقي نفسيتك في القوة. مفتاح ترقية في العزيمة. مفتاح ترقية الدقل الاسلامية في الحضرة وفي النهضة. يعني طلع القرآن ده الاسنصير بتاع كل نجاح وسعادة في الحياة. اول كلمة في القرآن كفاية. لو ربنا ما نزلش في قرآن غير اول كلمة بس كفاية. عايز اقول ايه? عايز اقول ان العمل الوحيد تقريبا. اللي في نص ساعة تاخد عشر درجات في الجنة عشر درجات في الجنة. بقصرهم وانهرهم ونعمهم وملكهم ومتاحهم. انت لو رحت شفت طرق الترفيه اللي هناك. طب لو رحت بقى يعني حاجة بقى ايه في اوروبا. شفت طرق الترفيه اللي فيها. طب لو رحت حاجة في دقل العالم وشارقة وغربها. يا جماعة انتم متخيلين وسائل الترفيه في الجنة. وسائل النعيم في الجنة. المنوب بتاعت المشويات بتاعت الجنة. الايمة بتاعت العصير بتاعت الجنة. متخيلين يعني الجنة. متخيلين تجلي قدرة الله على اسعاد اولياؤه. هيبقى المكان ده في نعيم قديمك. مكان بكتوب عليه من برا. ممنوع الخوف. ممنوع الحزن. ممنوع القلق. ممنوع التوتر. ممنوع الفزع. ممنوع العلع. ممنوع الاكتئاب. ممنوع الخنقه. ممنوع الهم. ممنوع الغم مكان كله سعادة وكله نعيم مفتاح من مفاتيح درجات الجنة هو حفظ كتاب الله اوعى تأثر في حفظ القرآن احفظه ولو الجزء التلاتين احفظه ولو التسعة وعشرين والتلاتين احفظه ولو المفصل اللي هو من قفل الاخر احفظه يا جماعة اي كم من كتاب ربنا هنندم على باب الجنة اللي ما حفظش قرآن وما اجتهدش في حفظ القرآن هيندم على باب الجنة اما يكتشف ان حفظ القرآن ده اصنصير درجات الجنة ساعتها يزعل قوي لان احفظ القرآن يحفظك هتحفظ كلام ربنا ربنا هيحفظك دنيا وهيحفظك في القبر وهيحفظك يوم الايامة وهيحفظك على الصراط وهيحفظك لحد ما تدخل الفردوس الاعلى بسبب حفظ القرآن شوف معهد لحفظ القرآن شوفي حد بيحفظ قرآن شوف محفظ قرآن شوفه اي فرصة لحفظ القرآن شوف واحد صاحبك بيحفظ وحفظ فين شوف في واحدة صاحبتك بتحفظ وحفظت فين عشان بإذن الله ربنا يرزقنا الفردوس الأعلى